لان كل واحد فينا عزفها يعني هذا التفجير او الانفجار لو كان مروع الحية انت النهاردة بتتكلم عن خمس تلاف مصاب عن عشرات من اللي استشهدوا وهنا كلهم نحسبهم عند الله شهداء لان احنا قدام كمان انفجار غير طائفي يعني لبنان الطائفية تشهد انفجار غير طائفي يعني ايه هذا الانفجار لم يفرق مين اللي مع حزب الله ومين اللي مش مع حزب الله مين اللي مع الحريري ومين اللي مش مع الحريري مين المسلم ومين المسيحي مين الشيعي ومين السني ما فرقش ما فرقش هذا التفجير المفزع ما فرقش حصد أرواح عشرات من اللبنانيين وأصاب ألاف من اللبنانيين وشرد عدد كبير جدا من اللبنانيين الخراب الخسائر المقدرة الأولية من 10 إلى 15 مليار دولار يعني اللي هو أنت بتكلم على بيروت بقت رماد نفهم ليه لأن المسألة مش زي ما صوروها لنا أنها مجرد تفجير بسبب نطرات الأموني كل الناس الوقت هتكلم على نطرات الأمون إيه اللي حصل النهاردة لما كان الرئيس اللبناني ميشيل عون بيتكلم أشعر كده أنه فيه تدخل خارج احتمال تدخل خارج ونصا زي ما هو قال وزي ما حضراتكم هتشوفوا الجنرال ميشيل عون بيقول سمت احتمالين لما حصل على حسابه على تويتر قال سمت احتمالين لما حصل إما نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو كنبل وقد طلبت شخصية من الرئيس الفرنسي أن يزودنا بالصور الجوية كي نستطيع أن نحدد إذا ما كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ وإذا لم تكن هذه الصور متوفرة لدى الفرنسيين فسنطلبها من دول أخرى يبقى احنا الراجل رئيس لبنان بيقول فيه احتمالين إما إهمال ودوارد أو أن فيه تدخل خارجي فيه اللي حصل طيب التدخل الخارجي ده هو بيشك بيطلب الصور من الفرنسيين لما ماكرون راح زارهم ولو مش عند الفرنسيين هتلوبها من دولة أخرى بس هو الراجل فيه معطيات قدامه بتقول أنه فيه تدخل خارجي قد يكون فيه صاروخ أو أمبلة أو غارة طيب كويس قوي احنا معنا فيديو كمان فيديو لواحد من الناس اللي موجودين في المينا في مرفق بيروت وهو بيشير كده إلى أنه كان فيه طيارة قبل التفجير معنا الفيديو ده يا شباب طيب يلا وررونا من شي ضقيقة صار في إطلاق بالأحضر طيارة عملت غارتان ونحنا بمرفق بيروت فت إزاينة منا صار هلأ طيارة عملت غارة رجعت طيارة تانية عملت غارة تانية ببيروت نحن بترسينا منك صار رحبا طيارة ضربت ببيروت والمرفق الضربت ما بعرف والطباصين شو صايرة ما بعرف بالزباد فهنا إيه الطيارة مرأت مرت تبقى هنا راجل هقول لبناني عادي جدا بيقول إنه فيه طيارة كانت موجودة قبل التفجير عدت والرئيس اللبناني زي ما التصريحات المنسوبة إليه بيقول بشكل واضح احتمال لتدخل خارجي بصاروخ في انفجار بيروت طيب إيه برضو اللي حصل اللي حصل هنرجع بيه لـ 2014 أواخر 2013 2014 نتكلم على بشكل واضح جدا إنه إيران دولة لها امتدادات ولها نفوذ ولها أيدي في المنطقة لها في اليمن في العراق في سوريا في لبنان بطبيعة الحال كان لبنان بشكل واضح بيعلن حسن نصر الله إنه بيستمد دعمه وتمويله وتسليحه من إيران هو ليه فيديو شهير كده يقول لك مأكلنا وملبسنا ومشربنا وتسليحنا من خزانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قال كده حسن نصر الله محدش افتر عليه فكان فيه صعوبة إنه إيران تدخل صواريخ بشكل واضح إلى لبنان عشان حزب الله بيستخدمها هو بيقول إنه في المقاومة الناس بيتهموا إنه إرهابي لكن في النهاية بقى فيه مشكلة طيب فتم استبدال استبدال مسألة نقل السواريخ دي بنقل مادة نطرات الأمونيوم ليه نطرات الأمونيوم؟ لأنه هذه هي المادة الأساسية في صناعة السواريخ المادة الأساسية في صناعة السواريخ طيب إزاي تدخل؟ ما هو مش قادر يدخل سواريخ فمش هيبقى قادر يدخل نطرات الأمونيوم بسهولة ليه بيروت فاللي حصل ايه تظهر هنا عندنا جورجيا ليه تظهر جورجيا لان جورجيا من الدول الاساسية في تصنيع نطرات الاموني طيب هينقولوها ازاي هيجبوها ازاي من جورجيا يدخلوها الى بيروت تمت صفقة بمقتضاها تم شراء 2750 طن نطرات امونيوم من جورجيا وطلعت على سفينة اللي هي السفينة اللي كله قاعد يقولك اسمها روسفوس دي طلعت من جورجيا متاجهة الى موزنبيق مين اللي باع في جورجيا حتى ازاي اللحظة محد الشعر تب مين اللي اشترى في موزنبيق محدش يعرف هزي السفينة وهي شايلة خلي بالكم 2750 طن نطرات امونيوم وهي متاجهة من جورجيا لموزنبيق عدت على ميناء بيروت لما دخلت ميناء بيروت قالك السفينة عطلت فيها عطل فوقفت وهي عطلانة او ادعاء ان هي عطلانة وقفت ظهر اشكال قانوني بين مجموعة من الدائنين اللي محدش يعرف برضو دول مين على هزي السفينة فبقى في مشكلة هنا قانونية السفينة عطلانة ووقفة في ميناء بيروت وعليها 2750 طن نطرات اموني وعليها مشكلة قانونية طيب لما عليها مشكلة قانونية ايه اللي يحصل فلازم نروح باشكال قانوني الى قاضي الامور المستعجلة قاضي الامور المستعجلة قاضي الامور المستعجلة ده مفروض يعمل ايه فيه سفينة عليها 2750 طن نطرات امونيوم مادة خطيرة جدا ومتفجرة وموجود على سفينة عطلانة وفيه خلاف قضائي فالراجل مفروض يقول لك والله السفينة دي تتصلح وتمشي هنعمل بقى ايه مالاش علاقة لكن طبقا ليه الاوراق الرسمية القاضي ده عمل ايه طلع قرار بيه لما رحوله قالوله يا سيدنا عندنا سفينة عليها 2750 2750 طن نطرات امونيوم موجودة في الميناء عطلانة وعليها خلاف قضائي وعاوزين ناخد قرار طلع هذا القاضي القرار باسم الشعب اللبناني اللي هو فيه جملة اهو القرار قدام فيه في الورقة التانية بقى جملة قالك ايه تعويم الباخرة موضوع الطلب بعد نقل البضائع الموجودة على متنها وتخزنها في مكان مناسب ده القرار اهو اللي هو الله طب انت الوقت مفروض السفينة دي بالحاجات اللي عليها اللي هي ما تخصكش مش بتاعت لبنان دي ناس جايبينها من جورجيا مودينة موزنبيق والسفينة روسية او صاحبها اسف روسي اه في بعض التقارير النهاردة بتقول لك اسمها دي فتح الله وتركيا بس يعني ايه ده موضوع تاني احنا انا بنقول التصور بنبني التصور فالقاضي قال لك نزلوا نزلوا الالفين سبعمية وخمسين اه طن نتارات امونيا دول نزلوا من المينة طيب السفينة بعد كذا يوم من نزول الناتارات لو ما احنا بتكلم في الفين واربعتاش من نزول الناتارات الامونيا دي المينة كذا يوم اتصلحت وكذا يوم الاشكال القانوني بين الدائنين خلص قال لك تصالحنا فهذا القاضي قال لك تمشي السفين فخرجت السفينة وخرج الفريق بتاعها اللي هو بيشغلها من مينة مرفق بيروت وفضلت البضاعة اللي هو الالفين سبعمية وخمسين طن نتارات امونيا دول موجودين كويس في المينة هنا لسه هم موجودين في المينة والسفينة مش القاضي ده مين خلفيته ايه ما نعرفش اعتقد التحيقات ممكن تعمل ده بعد كده طيب لانه طب النتارات هنا موجودة في المينة فصدر قرار ان هي تتنقل في المستودعات المرفق رقم 249 كان امتى ده كان يوم 27 ابريل 2014 فدخلوها في المستودعات رقم 249 لما دخلت في المستودعات دي خلينا خلينا المستودعات دي شوي هنقول دي ايه لما دخلت في المستودعات 249 اتنقلت بعد كده الى عمبر 12 منين من بوابة في مرفق بيروت اسمها بوابة فاطمة دخلوا نترات الامونيا دي اللي هم 2750 طن من بوابة فاطمة لعمبر 12 بوابة فاطمة دي بوابة يسيطر عليها حزب الله حزب الله زي ما عنده مداخل وزي ما عنده حاجات في الحدود يسيطر عليها يسيطر عليها حزب الله لما دخلت الامونيا دي العمبر رقم 12 وبقت تحت حماية حزب الله هنا بقى لا امن عام ولا امن دولة ولا جيش ولا حد يقدر ولا جمارك تقدر تفتش على اللي موجود ده في العمبر 12 ليه لانه عزب الله هو اللي مسؤول عنها وعن حماية طيب بقى في عندنا هنا ايه مواد متفجرة خطيرة جدا موجودة في عمبر 12 مدير المرفق اللي هو بدر ظاهر بدأ يكلم يكلم قاضي الامور المستعجلة ده ويبعت له طلبات يقول له يا فندم عندنا مواد متفجرة مش عارفين نعمل فيها ايه بعت له بعت له بقى المكتبات اللي هي قدام حضراتكم دي بعت له في ديسمبر 2014 وفي يونيو 2015 استعرضونا هذه الاوراق وفي اكتوبر 2016 وفي يوليو 2017 وفي ديسمبر 2017 واخر مكتبة ما بينهم كانت فيه فبراير 2018 بيقوله ايه في كل هذه المكتبات بيقوله قلنا قرار احنا عندنا 2000 2750 طن نتارات امونيا حاجات خطيرة جدا قلنا نسلمها للجيش نبيعها نتصرف فيها ازاي احنا عندنا ازمة كبيرة جدا فلم يرد قضي الامور المستعجلة اخر مخطبة او مطالبة كانت فيه فبراير 2018 طيب الشاهد ايه بقى الحكاية فاحنا هنا فيه حاجات من 2014 لحد اليوم الثلاثة اللي فات موجودة فيه عمبر 12 يوم 30 يوم الخميس 30 يوليو دخلت مرفق بيروت ميناء بيروت سفينة نزلت اسلحة اتخزنت فيه عمبر 5 فيه مسافة ما بين عمبر 5 وعمبر 12 كويس طيب طبقا للمصادر اللي قالت لنا هذا الكلام واذا صدق هذا الكلام ف والاشارة بتاعت رئيس لبنان ان فيه تدخل خارجي ساروخ جاي من برا والراجل اللي كان بتكلم في الميناء ده انه ممكن يكون فيه طيارات مرأت قبل التفجير تظهر هنا اشارة الى اسرائيل تقول ليه اسرائيل ليه ما اسرائيل بقالها فترة هي وحزب الله عاملين اتفاق كده ايه سلام محدش يقرب من التاني ومحدش يضرب في التاني رغم انه يعني بيدربه في سوريا بس خلاص ما بيجوش جانب حزب الله لكن هزي الاسلحة السفينة دي لما دخلت يوم الخميس يوم التلات تبقى ليه المصادر اللي اتكلمنا معها قالوا انه اتوجئت غارة تمت غارة على العنبر رقم خمسة اللي فيه الاسلحة اللي نزلت للميناء يوم الخميس تلاتين يوليو واحد وثلاتين يوليو طب ايه اللي جاب المشكلة طب اسرائيل عملت ضربت هنا العنبر رقم خمسة اللي فيه اسلحة ايه اللي يحصل بقى في العنبر رقم 12 قالك ان ترد بتنفجر باما اشعال مباشر او ماس كهربائي او طاقة او حرارة ناتجة عن انفجار قريبة منها ففي الغالب اللي حاصل بقى الوقتي انه هذه الغارة اللي جات على عنبر خمسة ولدت هذه الطاقة او هذه درجة الحرارة دي اللي وصلت لعنبر 12 فحصل هذا التفجير الكبير جد طيب المصادر برضو بتقول ايه انه بعد التفجير على طول بعد التفجير لحنا مشوفناهوش حتى الان انه تم الدفع بيه عناصر من حزب الله حاطط بيه هذا المكان ولم يمكنه احد من عناصر الامن اللبناني او من المسؤولين اللبنانيين هم يوصلوا او يقربوا من المكان وخرجت شاحنات بعد شوية بكميات مختلفة ليه بقى لانه اللي تم تفجيره في هذا التفجير حوالي 300 300 طن من كام من 2750 يعني التفجير اللي احنا شفنا ده كله بفعل تفجير 300 طن من نطرات الامونيا فقط من اجمالي 2750 طن فالو 2750 طن دول كانوا انفجروا يعني مهناش عارفين اين اللي هيحصل فخرجت هذه الشاحنات تقول لي طيب يا خفيف طب يعني انت بتتكلم هنا ان فيه اتهام لاسرائيل طب ما هو حزب الله ما قالش ان فيه اسرائيل وختم اسرائيل مش موجود في العملية ولو حزب الله شايف انه اسرائيل ممكن تكون عملتها كان هطلع يقول مباشرة اقولك طيب ببساطة شديدة جدا هنا اسرائيل تسببت بشكل اذا ثبتت اذا صحت هذه الرواية بشكل غير مباشر في التفجير ولازم من مصطحة حزب الله انه يدخل في معركة وفي حرب مع اسرائيل لانه هذي اشياء تخص حزب الله المفاجأة ايه النهاردة انه لما طلع حسن نصر الله خلينا نتكلم في الجزء ده الاولى شباب ونرجع ليه زيارة ماكرو لما طلع حسن نصر الله النهاردة يتكلم نفى تماما انه اي علاقة لحزب الله بمسألة نطرات الامونيا دي معانا الجزء ده شباب ورون انا اود ان اؤكد اليوم ان اعلن واوكد نفيا قاطعا مطلقا حاسما جازما حازما انه ما في شي لالنا بالمرفأ لا في مخزن سلاح ولا في مخزن صواريخ ولا في صاروخ ولا في بندقية ولا في قنبلة ولا في رصاصة ولا في نترات ما في شي منه هذا على الاطلاق لا مخزن ولا غير مخزن لا حاليا ولا في الماضي ولا في الحاضر اكتفى حسن نصر الله بايه؟ بالنفي ما لناش علاقة ما نعرفش حاجة ولا لينا اسلحة ولا لينا نترات ولا لينا رصاصة وحدة ولا 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 خلص في معلومات تم بيتم تداولها في اوراء بيتم تداولها في اشارة فلم يحترم حسن نصر الله يعني من يتحدث اليهم ويفنت حتى ما وجهه الى حزب الله من اتهمات وطلع قالك انفي ويعني خلاص انا ما فيش ما لناش علاقة بالموضوع خلاص ما عادش كلمنا في ده بل زاد على ذلك انه اتهم الناس اللي بيتهموا حزب الله او بيحملوا حزب الله جزء من المسئولية انه هم ناس يعني ما يفهموش حاجة في حريط الرأي وان القنوات بتاعتهم لازم الناس تقطعها وما حدش يسمع لهم وهو الاخ وده طبيعي جدا من حسن نصر الله الناس بقى على شفكات تواصل اجتماعي ردوا عليه بفيديو وهو بيتكلم عن شكل شكل الانفجار اللي ممكن تتسبب فيه نطرات الأمون كويس يعني يعني هو الراجل طلع قالك ما لناش علاقة ما نعرفش ما شفناش ما فيش رصاصة ما فيش نطرات ما فيش اسلحة ما فيش حزب الله مش موجود فردوا عليه بفيديو فيه كلام سابق لي سابق لي بيتكلم عن شكل شكل الانفجار اللي ممكن تتسبب فيه نطرات الأمون تسمعنا كده قنبلة نووية بمعنى كم صاروخ من عنا زائد هؤل حاويات الأمونيا بحيفا نتيجتهم نتيجة قنبلة نووية طيب وبقلة يجي كم صاروخ ينزلوا بهذه الحاويات بمنطقة يسكنها 800 ألف نسمين يقتل منهم عشرات الألف اشتركوا في القناة